ويأتي إبراهيم الوحي بأن الله يأمره أن يهاجر من هذه القرية وأخبر إبراهيم لوطا وسارة أن الله أمره أن يهاجر من هذه البلدة وقال له لوط أنه سيهاجر معه وأخبرته زوجته سارة أنها ستهاجر أيضا معه سيهاجر إبراهيم ويترك القرية بعد أن حدثت المعجزة التي لن ينساها الناس أنا لا أدري كيف حدثت ولكن لا يمكن أن تجري المعجزات إلا ويكون وراءها قادر عليها سوف يغادر مع إبراهيم كل من آمن به نجا إبراهيم ومات هاران وانكسر أبي في قومي وأمي الآن على فراش الموت تنتظره فماذا ينتظرك يا ناحور ماذا ينتظرك المجهول أمامك والآلهة خلفك الخوف على يمينك والشك على يسارك والموت من فوقك اليأس من تحتك فماذا أنت فاعل يا ناحور زوجتي لن تهاجر معي إذا هاجرت وأبي لا يمكن أن يمكث هنا بعدما حدث ما بك يا حبيبتي لا تتركيني وحيدا فأنا الآن غريب في قومي وحيد في داري منعازل عن قريتي بعيد عن قومي فلا تتركيني فقدت كل شيء يا آزر ولدي هاران مات محترقا في النار وإبراهيم أصبح له دين يخالف ديننا وأنت قد ضاقت بك الأرض بما رحبت والموت لي والشفاء من داع الفقد باليأس ولكني أريدك بجانبي فقد انهارت كل آمالي وهدمت أحلامي ودمرت حياتي أصبحت أعيش في نار في جحيم لا أعرف يوم الخلاص لا أقدر على مواجهة الناس أصبحت منبوذا وندير شؤم أصبحت طريدا لا تتركي ألا تستمعين لي ألا تستمعين لي هل توقف قلبك هل ذهب بصرك هل شلت أركانك هل فارقت الحياة هل فارقتني أيتها الآلهة ارحميها وسامحيها واغفري لي ولها هل هذه هي النهاية لقد عشت عمري ساجدا تحت أرجلكم عابدا لكم ألبي ما تطلبونه وما تحبونه أحبه وما تكرهونه أكرهه هل هذه هي نهاية عبادتي وعلاقتي بآلهتي وآلهة آبائي وأجدادي هل هذه هي النهاية يدخل إبراهيم يحدث آزر قبل الهجرة ليأخذ منه وعدا بالإيمان وبتوحيد الله تعالى والكف عن عبادة الأصنام نعم نعم أؤمن يا إبراهيم بإلهك أظنك سميته الله رب العالمين نعم نعم الإيمان قادم قادم لا محالة أبعد كل هذه الآيات المحكمات والمعجزات والكرامات وما حدث أمام النمرود أبعد كل هذا يكون عندي شك في أن ربك رب العالمين هو آية الكون لا 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 تقلق يا ولدي سأكون عند حسن ظنك لا تقلق يا ولدي فما كان من إبراهيم إلا أن وعده بأن يستغفر له ترجمة نانسي قنقر قرر إبراهيم وسارة ولوطن الرحيل وكان على آزر أن يرحل معهم مضطرا بعد أن ماتت زوجته واحترق ابنه هاران ألم يعرف الفارق الشاسع الرهيب العجيب بين آلهة الحق وآلهة الباطل التي لا تملك نفعا ولا ضرا لنفسها ولا لغيرها يا أبناء إنه الكبر فلقد عانى نبينا محمد أيضا مع قومه كبرهم وطغيانهم وحبهم للدنيا الفانية وهاجر إبراهيم من بابل إلى مدينة أخرى وأقام فيها ونصح أهلها وكسر أصنامها ونشر دعوة التوحيد فيها وكان معه أبوه آزر وسارة ولوط ودعا فيها إلى التوحيد لله تعالى بالألوهية والربوبية والبعد عن الشرك والكفر والفسوق والعصيان وذلك قبل أن يهاجر إبراهيم إلى حاران ميتاليس ماذا تفعلين يا زوجتي الحبيبة؟ إنني أصلي يا إليا كور تصلينا لمن؟ وهذه الآلهة آلهتنا وآلهة الآباء والأججاد والأحفاد والعباد والبلاد فلمن ترفعين يدك بالدعاء؟ يا إليا كور ألم تسمع عن إبراهيم؟ الفتى الذي خرج من النار دون أن تمسه بسوء لقد آمنت به وبإلهه رب العالمين وأنا آمنت يا أبي بإله إبراهيم يوحى ولدي الأكبر يخالف ديني وأنا أكفر بإله إبراهيم نماش ولدي لا تقل هذا إنني أخاف عليك عذاب يوم عظيم يا ميتاليس يا يوحى احذر غضب الآلهة واحذر غضبي هيا يا نماش شكرا 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 اشتركوا في القناة شكرا 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 سيأتي إبراهيم الخليل سيأتي إبراهيم الذي علق الفأس في أذن مردوخ والذي حطم الأصنام والذي ألقوه في النار وتجمعوا عليه فما كان منه إلا أن قال حسبنا الله ونعم الوكيل فأنجاه الله من كيدهم ومكرهم وجعلهم الأخصرين سيأتي إبراهيم بوجهه الوضاء هذا الرجل الذي غير مجر التاريخ وجاهد الباطل في عقر داره وهزم النمرود وجنوده وجادل في الله حتى انتصر له لقد كان قومه أهل أوثان وأبوه ينحط الأصنام ويبيعها وكان مقربا من الملك النمرود ومع هذا لم يتأثر بهم بل أثر فيهم وهزمهم بآيات الله ومعجزاته لقد وقف أمامهم وقال لهم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ها هو قد جاء بطلعته النبوية الشريفة أمعه زوجته سيدة سارة التي آمنت معه برب العالمين ولم تخذله أبدا يا الله ما أصعب أن ترى الزوجة زوجها في النار وما أجمل أن يخرج منها بمعجزة سماوية وكان خليل الله يوقد النار ليلاً لأنه لم يكن يأكل طعاماً قط إلا إذا شاركه بعض الناس من الآن سنعمل على إسقاط دعوته وتشكيك الناس فيه سنضع له العوائق والأزمات حتى يعرف الناس أنه كاتب إما نحن معشر المفسدين وإما هو ودعوته زيدوا من وسويسكم للناس زيدوا من الفساد والإفساد في الأرض وامكروا بإبراهيم ومن يتبعوا ملتها شككوا الناس في صدق رسالتي ها هيّا الآلهة ورائي ورائي هذا معبد إنها تناديني تناديني من كل مكان وفي كل مكان يبدو أنها قد اختصتني بحبها لقد اشتقت للآلهة أينما كانت اشتقت للآلهة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ما لك يا شيخنا؟ أتعجب من آذر رجل بين يديه رسول الله وهو ابنه من صلبه رباه وتابعه وعرف عنه أنه صادق لا يكذب أمين لا يخون فكيف بعد أن رأى كل هذه الآيات لا يؤمن بالله؟ إنه لم يكتفي بهذا بل استمر في حربه على ولديه نبي الله انظروا واسمعوا يا أبنائي ماذا جرى من آذر في معاداته لإبراهيم أنا عبد الآلهة أنا خادم الآلهة عبادة الآلهة حلال وخير وبركة ادخلوا إلى معبدكم واعبدوا آلهتكم ألست من المهاجرين مع نبي الله إبراهيم؟ ها؟ نعم أنا والد إبراهيم والد إبراهيم وتدعونا إلى عبادة الأصنام بعد أن حطمها إبراهيم كيف هذا؟ إنما الآلهة أحق بأن تعبد من دون ما يدعو إليه إبراهيم وإن عبادتها تقربا إلى رب إبراهيم ليس فيها أي ضرر أو تحريم يا ليت إبراهيم جاء برسالته منذ زمن بعيد إذن لا اهتدى الناس جميان قل إن الهدى هدى الله من هذا الذي يبيع التماثيل؟ ألا تعلم أن الله قد حرم الشرك والكفر والفسوق والعصيان؟ كف عن بيع الأصنام وإلا قتلناك عليها لن أكف عن بيع الأصنام فهي تجاراتي وإن شئتم قتالا قاتلتكم يا أصحاب إبراهيم ها أخرج سلاحك يا من كفرت بآلهة أجدادك وهاجر إبراهيم إلى حاران مفتاح الطريق بين الشرق والغرب وهي مدينة بين البداوة والحضارة ولقد كان إبراهيم مع أصحابه وزوجته سارة على حافة مدينة حاران وتقف سارة تنظر إلى السماء تناجي ربها أن ينصر إبراهيم ورفاقه حتى جاءتها هذه الكاهنة يا سارة من إلهك؟ وترد سارة بأن الله الواحد الأحد الفرد الصمد هو إلهها وإله العالمين الذي أتقن كل شيء صنع الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الموت ولكننا حتى الآن لا نرى إلهك وإله إبراهيم يا سارة وترد سارة عليها بأن الله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار أحاط ربي بكل شيء علما ولكننا نعبد الكواكب ونصنع لها التماثيل التي تقربنا منها وترد سارة عليها الله الخالق الرازق المحصي المبدئ المعيد خالق كل شيء وهذه الكواكب التي تعبدونها من دون الله لا تملك لكم ولا لنفسها ضرا ولا نفع آه عنيدة أنت يا سارة لست عنيدة بل مؤمنة مؤمنة بالله رب العالمين يا إلهي يا خالقي يا رزقي تكلم إلى أين المصير والمسير الواقع الأليم يذبح ويأجرح وأطرح أحلامي وأمالي في بحر مظلم مؤلم من أنت يا إله إبراهيم من أنت أنت يا من فعلت كل هذه المعجزات من أنت أرانو حاول أن يتحداك بآلهتنا فاحترق ونادى فما من مجيب من أنت إنه رب العالمين إنه رب نوح والذين آمنوا معه ورب كل شيء المحي المميت الحي القيوم الخالق البارئ المصور العزيز الجبار المتكبر أنت أنت تقول هذا يا صديق آزر الحميم يا نصف أبي وأبي نصفك وكلاكما يكمل الآخر أأسلمت؟ آمنت برب العالمين فآمن يا ناحور لا 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 وجلس صديق آزر بعد إسلامه وإيمانه بالله ورسله وكتبه والملائكة جلس بين ضيوف إبراهيم المكرمين يقولون إنهم في حاران يعبدون الكواكب يقولون إن نانا إله القمر هو إلهكم هنا وإن له معبدا كبيرا في سيناء بمصر ألا تعلمون أن ناحور قد أتى إلينا وذهب إلى أبيه آزر هذا ما يقلقني على دعوة إبراهيم عليه السلام لا تقلق على عبد رسول أيده الله بجنوده من فوق سماواته لا تقلق على من كانت النار عليه بردا وسلاما لا تقلق يا أخي ولقد فرحنا بإيمانكم أياما فرح فهي ضربة قاسية وقاسمة للكفر المتمثل في آزر ولما رأى إبراهيم ناحور قال لا مرحبا بك يا ناحور لهذا قدمت وعاتبهم على عبادة الأصنام والتماثيل ليس لنا حيلة في أمر الآلهة فإنها تجري في دمائنا أنا لست عدوا لك يا إبراهيم بل أنا عدو لرب العالمين فرد عليهم إبراهيم كبرت كلمة تخرج منك يا آزر يا أبي إني بريء من أبي ثم أهوى بفأسه على الأصنام والتماثيل فكسرها قل لي يا شيخنا كيف كان يتعامل إبراهيم عليه السلام مع أبيه آزر رغم عدم إيمانه كان إبراهيم لطيفا بأبيه رحيما به لم يعامله بسوء بل عامله بمنتهى الرفق والود والحنان لكن آزر لم يرد الجميل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم اهد قلب أبي وأخيه اللهم اهد قلب أبي وأخيه اللهم انصر إبراهيم على آزر وناحور يا رب العالمين ماذا أفعل لأمك يا نماش ولأخيك يوحى فقد كفر بالآلهة لا أدري يا أبي أنا أحب أمي وأخي أبي عندي فكرة قل يا نماش أسرع السحر السحر يا أبي السحر نعم نصحر قلوبهم لتبتعد عن إبراهيم ودينه أتعرف ساحرا فكره الشيطاني متعلق بالآلهة ويكون قادرا على إبعاد قلوبهم عن دين إبراهيم أعرف أعرف يا أبي وظل إبراهيم ينتظر ضيفا ليشاركه طعامه حتى وجد شيخا يأتي في الطريق ودخل الرجل المسن الكافر بالله إلى خيمة إبراهيم وعرض عليه إبراهيم الطعام فأكل وسأله إبراهيم عمن رزقه هذا الطعام وهو لا حول له ولا قوة فقال الرجل الذي رزقني هذا هو إلهي فسأله إبراهيم عن إلهه النار هي ربي وهي إلهي فرد عليه إبراهيم بسؤال كيف تعبد إلها الماء يطفئه النار هي إلهي لها الهيبة والجلال فطرده إبراهيم من خيمته وترك الرجل طعامه وانصرف حتى نزل الوحي على إبراهيم يعاتبه كيف ظل رب العالمين يرزق هذا الكافر لتسعين عاماً وأنت يا إبراهيم تمنعه طعامك وشرابك وانطلق إبراهيم خلف الرجل يحاول أن يستوقفها لماذا جئت؟ فأبلغه إبراهيم بأن الله تعالى قد عاتبه فيما حدث عاتبك ربك فيه أكون كافراً به ويكون رحيماً به إني آمنت بربك يا إبراهيم أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا إبراهيم نبي الله كيف صبر إبراهيم عليه السلام على كل هذه الصراعات والمعارك مع الكفار يا أبنائي لابد أن ترجعوا وتقرأوا قول الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالتها يا أبنائي لقد اصطفى الله إبراهيم وجعله أمة وعقيدة ورسالة للعالمين من رب العالمين وأفرغ عليه صبراً وثبت أقدامه ونصره على القوم الكافرين وجعل في ذريته النبوة والكتاب فلا يأتي نبي إلا من نسل إبراهيم عليه السلام أطالت الآلهة عمرك يا أبي الألهة الألهة فقط هي من أحزن على فراقها يا ناحور أرجوك يا أبي أرجوك أدعو الآلهة أن تطيل عمرك فلقد فقدت أمي وأخي هاران ألا أريد أن أعيش وحيداً في هذه الحياة الشيء الوحيد الذي لم أرى أحداً يفلت منه ولم تنفع فيه الآلهة ولم تشفع فيه الأصنام ولم تسمع فيه التماثيل الدعاء هو الموت الموت ويدخل إبراهيم ليوجه النصح لأبيه آزر يقول له يا أبتاء قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن إبراهيم نبي الله قل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بل الآلهة أعبد لا أعبد غيرها ولا حتى رب العالمين يا أبتاء متعلى حب مردوخ متعلى دينك ودين الآباء والأجداد فليس لنا حياة إلا حياتنا الأولى ولا بعث ولا نشور ولا حساب يقولون إن آزر في سكرات الموت وإن إبراهيم عليه السلام توجه إليه لينصحه بالتوحيد قبل الموت والشهادة قبل العذاب إن آزر رجل عنيد سيموت وفي قلبه حب الآلهة إلا أن يشاء الله فإن قلوب العباد بين أسبوعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء وما ربك بذل الله من للعبيد لقد نصحه إبراهيم كثيرا كثيرا وأراه الله الآيات الكبرى فكذب آزر وعصى انتظر هنا فهي لحظات السر بين الأهل والأصدقاء هي لحظات الموت الأخيرة قد لا يرغب آزر أن يحضرها غير مع أبنائه وظل إبراهيم ينصح آزر فهو ما زال بارا بوالده حتى آخر لحظات عمره يا آزر يا صديق العمر ألا ترجع ألا تتوب إلى الله ألا تنطق الشهادة بين يدي نبي الله ألا تشعر بالخزية من إنكارك لنبوة ابنك من إنكارك لإله الكون رب العالمين أين أنت يا حبيبتي يا أم أبنائي أين أنت يا آزر أنا في عالم آخر عالم غريب عجيب ليتك آمنت برب العالمين يا آزر إن ابننا على الحق المبين عد عن كفرك وشركك وسبح بحمد ربك قبل صعود روحك إلى خالقها ماذا تقولين؟ ماذا تقولين؟ أأترك آلهتي وتماثيلي أترك تراث أجدادي وأبائي لا لا أشهد أن إلهي معي إنه الإله الأعظم ولن أؤمن برب إبراهيم لن أؤمن برب إبراهيم أبتاه يا أبتاه في رحاب الآلهة يا أبتاه في جنة الآلهة يا أبتاه إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور الحمد لله الذي هدانا الحمد لله الذي هدانا بولتي سارة ما لي لا أراك إلا حزينة توضح لها سارة أن الإنسان يحيا ما بين اليأس والرجاء وأن الله قد جعل لكل شيء قدرا وإن جابي من إبراهيم هو أمر قدري لا أملك لنفسي ولا لإبراهيم شيئا وهو الآن منطلق في الدعوة إلى الله لا يشغله سوى دعوة العباد لعبادة رب العباد ولكنه رجل يا مولاتي تقول سارة أصبت يا فتاه هو رجل رجل يشتاق للولد كما يشتاق كل الرجال اللهم دبر أمورنا فإننا لا نحسن التدبير أريد أن تصحر قلبي ميتاليز ويوحى حتى ينصرف عن دين إبراهيم عجل بسحرك الشيطاني هيا إبراهيم إبراهيم لقد ذاع صيته ونمى دينه وكثر رفاقه سأصحر كل من يميل قلبه لهذا الدين سأصيبه برعاش حتى يرجع لديننا نادما مذموما مطحورا أمه 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 أغيثيني بالدعاء لله يا أمه أغيثيني 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 يوحى ماذا حدث لك يا يوحى ولدي اللهم اخفضه بحفظك الجميل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث إن إبراهيم يكتسب كل يوم أرضية كبيرة في بلادنا يا جلالة الملك وما الحل وملكي يتهدد أيها الوزير الحرب هي الحل حتى يرحل عنه الحرب نعم رجل يدعى ناحور بن آذر يريد مقابلة الملك أدخلوه يا جلالة الملك إنني ناحور من ناحور؟ ناحور أخو إبراهيم وماذا تريد منه؟ ولكني لست على دينه وقد مات أبي آذر خادم الآلهة وهو ليس على دين إبراهيم ونريد مراسم لدفن أبي في أحد معابدكم نعم نعم يا ناحور نعم يا حبيب القلب ماذا تقول يا وزير؟ انصرف الآن يا ناحور ترجمة نانسي قنقر عقلياتك الجبارة يا وزير هي التي جعلت من الحرب بالسلاح حربا بالعقل بالمكيدة بالمكر نعم إذا رأى الناس آذر يدفن في معابدنا انصرفوا عن إبراهيم الذي لم يستطع أن يقنع أباه بدينه الجديد وبهذا نهزم إبراهيم وأنصاره هزيمة نفسية كبيرة تطيح به من البلاد مولاي ماذا بك؟ لقد رحل إبراهيم إلى دمشق وترك حاران وأهلها أهاجر قبل أن أهزمه وأشمت فيه إذن ألقوا بجثة أبيه بعيدا عن معابدنا سيدفن مذموما مطحورا في بطون حاران وترك الخليل حاران وهاجر بركبه وكان لوط في مؤخرة القافلة يجمعها وكانت سارة في منتصفيها مع النساء لقد هاجروا وفروا بدينهم هاجروا في الله ولله يا نبي الله إننا أمام مشكلة كبرى لابد أن نبحث لها عن حل ولم يكن يعرف إبراهيم عليه السلام ما هي المشكلة الكبرى التي تواجه القافلة حتى تصل إلى أرض الشام بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أبناء يا الأعزاء العبر لا تنتهي في رحلة إبراهيم عليه السلام فلقد توقف عند نهر الفرات ليعبره مع رجاله لنشر دعوته وكيف عبروه ألم تكن مشكلة كبيرة كان منهم من يفهم كيف يمر الناس من النهر بدون الغرق وبدون التعرض للموت ومروا بعد أن جند الله لهم جنوده وخرجوا إلى أرض الشام وأمر لوط بضرب الخيام على مشارف دمشق وما هو الجديد في قصة خليل الله سأروي لكم ما حدث لهم في دمشق سأروي لكم دخلوا دمشق دخلوا دمشق بالتواف في أرجائها وشوارعها لاستطلاع أحوال أهلها في الأسواق فدمشق حضارة بين حضارتين هما حضارة بابل وحضارة مصر ترجمة نانسي قنقر أنا ملك دمشق نائب فرعون في هذه البلاد فكيف يدخلها إبراهيم لينشر فيها ديناً غير دين فرعون الإله الأعظم كيف إن إبراهيم يكسب كل يوم أنصاراً جدداً هو ورجاله لا يهابون الموت ولا يخشون أحداً إلا رب العالمين هكذا يسمون إلههم يسمونه رب العالمين إذن فمن يكون فرعون إنها الخرب الحاسمة الراضعة القاسمة لظهورهم وظهر إبراهيم دقوا طبول الحرب ضد إبراهيم وضد رب العالمين مولاتي سارة هوني على نفسك فإن الله ناصر النبيه لا محالة ترد سارة على جاريتها بأنها واثقة من نصر الله تعالى وأن الله سينصر دينه وأولياءه وعباده الصالحين المجاهدين وأن ما يقوم به إبراهيم من جهاد بالنفس والمال لهو حق الإيمان واليقين ولكني قلقة لأني امرأة زوجها الآن في الحرب اللهم انصر عبدك إبراهيم ورفاقه اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين إنك سميع الدعاء كثرة الاستغفار والدعاء هم سبب النصر كما ينصح ويرشد نبي الله إبراهيم فمعصية واحدة أشد على جيوشنا من سيوف العدو باسم فرعون العظيم نخوض هذه المعركة الحاسمة ضد إبراهيم ضد رب العالمين وضد رب العالمين إن فزتم وستفوزون فليلكم خمر ونساء ونهاركم خيل وفواكه مما تشتهون ومتاع لا يزول هيا هيا يا جنود فرعون الإله هيا هيا اشتركوا في القناة شكرا خدعون عن حقيقة إبراهيم ورفاقه فهم يعلمون كل كبيرة وصغيرة عن فنون الحرب خدعون خدعون لم نكن نعرف أنهم أقوياء في القتال والنزال لم نكن نعرف أنهم بهذا الدهاء والمكر والذكاء أين الوزير؟ أين الوزير؟ يا وزير أمر مولاي أين هذا الذي خدعني؟ أين هو؟ بعد أن احتل إبراهيم دمشق أين هو؟ قتل في المعركة قتل؟ قتل في المعركة؟ إذن حق لإبراهيم أن يحكم هذه البلاد أن يحكمنا بعد أن قتل وزير مالك دمشق يا رب يا رب يا رب اشف بني يوحى شفاء لا يغادر سقما يا رب يا رب لن يشفى ولدنا يوحى يا ميتليز قبل أن يعود إلى ديننا وأصنامنا وأعلياتنا إذن أنت الذي فعلت هذا البولد أنها continue إذن هو السحر أيستطيع إلهك أن يشفي يوحى من هذا السحر أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم وأتقرب إليه عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ادعي ربك كيف ما شئتي ليس هناك إله غير آلهتنا يا لك من ساحر قوي ترجمة نانسي قنقر ودخل رفاق إبراهيم المعابد وحطموها بأصنامها ترجمة نانسي قنقر يا إبراهيم إن شئت حكمت دمشق وألبستك التاج وسلمتك المدينة تحكمها فأنت الأحق بها منه ولكن إبراهيم رفض وأبلغ ملك دمشق أنه مهاجر إلى الله لا يستقر بأي بلد مهما كان إغراء أهلها فمتاع الحياة الدنيا لا ينسي إبراهيم رسالته السماوية المباركة وقرر أن يترك أحد رجاله ليعلم الناس دينهم وشريعة الإسلام الحنيف وقرر أن لا يترك المدينة حتى يمكن للمسلمين دينهم فيها وهل كان ملك دمشق يا شيخان الجليل صادقا في وعده لإبراهيم عليه السلام أمر غريب أن يترك ملك ملكه لمن هزمه وحطم آلهته وأذله في عقر داره لا بد أن نجد المتعة لإلهنا فرعون مصر العظيم فلقت مل النساء والجواري ويبحث دائما عن دم نسائي جديد هيا هيا وإلا قطع فرعون مصر أعناقكم زوجي قتلوا زوجي حراسك قتلوا زوجي ارحمني ارحمني أيها الملك ارحمني هذه هي عين الرحمة ارحمني 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 أيها الملك ارحمني 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 وأحد أهم الملوك الظالمين في ذلك الزمان من هو؟ فرعون وما أدراكم ما فرعون؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وكان لا يترك متعة ولا حراما إلا فعله وحارب من أجله وأصر عليه ألم يجد من قومه من ينصحه؟ من يعظه؟ كيف يعظ العبد ربه؟ فلقد كانوا يعتبرونه إلههم وخالقهم فانظروا كيف طغى في البلاد وأكثر فيها الفساد أيها الأغبياء ألم أقل لكم أريد أي امرأة تدخل البلاد؟ ألم أقل لكم هذا؟ ما لكم لا تعملون على سعادتي وراحته؟ نحن نبذل قصار جهدنا أيها الملك وجلالتك لم تترك امرأة في المشرق والمغرب إلا وقد أتت إليك خاضعة وهذا ما حدث فلقد خان ملك دمشق وأخلف عهده ووعدها وأبلغ فرعون مصر أن إبراهيم هزمهم وحطم الآلهة ولكن فرعون لم يصدقها ففر ملك دمشق بعد أن تأكد من أن فرعون سوف يقتله فر إلى عين أهلا وسهلا بك أخا كريما تائبا منيبا مؤمنا لقد فررت من فرعون وآمنت بربكم برب العالمين فماذا أنتم بي فاعلون إن إبراهيم نبي الله سيعلمك أن الله غفور رحيم وأن أبواب التوبة مفتوحة ليل نهار فاستغفر ربك أستغفر الله العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وأن إبراهيم نبي الله ومنذ هذه اللحظة أنا معكم في السراء والذراء وأنا من الآن جندي من جنود الله رب العالمين في أرضه أنا عبد مطيع عابد ناسك موحد بالله رب العالمين سبحان الله سبحان الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء سبحان الله أهذا الذي كان يحارب ويبارز ربه بالسيوف فرعون ورماح الآلهة يا عبادي يا فرعون يا ابن رع يا خالق كل شيء يا رب كل شيء يا ملك الأرض ومن فيها والكواكب ومن عليها من هم البدو الذين أخذوا دمشق وهم الآن في طريقهم إلى أرضي من هؤلاء الذين كتبت نهايتهم تحت أقدامي تحت أقدامي فرعون من هم ومن هو قائدهم الذي سيواجه فرعون العظيم مولاي البدو وصلوا مشارف مصر ويدخل إبراهيم بيت إيل ليطهرها من الأصنام والأوثان والتماثيل ويهدم تلك العقيدة الفاسدها وهكذا كان إبراهيم لا يخشى فرعون ولا من هو أقوى من فرعون وهكذا الحق عندما يأتي على الباطل من قواعده فيدمغه فإذا هو زاهق وبلغ هذا فرعون ماذا بكم كيف لا تحثون الناس على الكفر بالله أنتم متكسلون لابد أن نفسد العالم كله لابد أن يعبد الناس الأصنام أو الشجرة أو النار أو يعبدون الكواكب والنجوم أو يعبدون الشمس والقمر ولكن لا يعبدون الله في ملكي أنا يحدث هذا في بلدي أنا يجري ما يجري ومن عبادي أنا من يتجرأ علي أنا؟ من هذا الذي هدم وحطم وكسر الأصنام والآلئة؟ يا إلهنا العظيم من فعل هذه الفعلة؟ يا سيدة الآلهة سأنتقم لك من البرية كلها أريد هذا الرجل أريد إبراهيم بين أدائي يا فرعون مصر ولماذا لا تكون امرأته بين يديك؟ لماذا يا إلهنا العظيم؟ الكاهنة الكبيرة أجئت بنفسك أسمعت الخبر الأسود؟ سمعت وها أنا لي أقول لك رأيي امرأته بين يديك الرأي ما رأته الكاهنة يا إلهنا فنزبحنك برياء ونقهرن رجولته ونحضرن مرأته لتعيش في بلاط فرعون جارية من جواريه هيا أريدها لها أحضر زوجة إبراهيم هيا وجلس القوم يأكلون طعام إبراهيم فسألوه عن صاحب هذا الطعام من هو الرازق يا إبراهيم؟ فرد إبراهيم بأن الله هو الخالق الرازق المصور فكيف تأكلون طعامه فكيف تأكلون طعامه ولا تذكرون اسمه عليه ولا تحمدونه بعد الفراغ منها إننا عشنا عمرنا كله نعبد الأصنام التي هي الكواكب هي الوسيط بيننا وبين الآلهة العظيمة فهل أنت وصيط بيننا وبين إلهك يا إبراهيم؟ فرد إبراهيم بأنه رسول رب العالمين بأنه بشر مثلهم يبلغ رسالة ربه وأن بين العبد وربه لا توجد وساطة بل عبادة وتوسل وتضرع لا بد أن نعود بالمرأة البابلية الحسناء التي مع إبراهيم وإلا قطع فرعون لحومنا وألقاها لأسوده ونموره هيا هيا انطلقوا سريعا وانزعوا الرحمة من قلوبكم هيا هيا وخرجت سارة مع إبراهيم والرعب يملأ القلوب فجنود فرعون مصر يبحثون عنها في كل مكان وكيف سيكون الأمر إذا أسرها فرعون مصر ودخلت قصره وهاجم جنود فرعون خيمة إبراهيم وخطفوا سارة وأسرعوا بها إلى قصر فرعون أخذوها ولم يعلموا أنهم يجهزون الكون لمعجزة جديدة ستحدث لسارة في قصر فرعون إنها آية من آيات الله في حفظ المؤمنين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين هيا بنا فلقد حقق فرعون مصر الإله ما يتمناه ودخلت سارة قصر فرعون مصر وهي لا تدري ماذا سيجري لها في هذا القصر الكبير على يدي هذا الطاغية الأعظم أخذت سارة تصلي وتدعو الله أن يجعلها في معيته وأمنه وضمانه أخذت تصلي وتدعو أن ينجيها الله منه وأن يفرغ الصبر عليها وعلى زوجها إبراهيم خليل الله ومن هنا يا أبنائي سيبدأ صراع إبراهيم عليه السلام مع فرعون حيث إن فرعون طاغى واستبد وأخذ سارة زوجة إبراهيم ولا بد من المواجهة ولكن يا شيخنا أين كانت السيدة هاجر في هذه الفترة وكيف خرجت السيدة صارة من هذه المحنة والبلاء العظيم السيدة هاجر كانت أميرة من العماليق وقيل من الكنعانيين الذين حكموا مصر قبل الفراعنة وإنها ابنة زعيمهم الذي قتله الفرعون إن حربنا هما فرعون حرب مصيرية إن منف لن تقع في يد فرعون مولاي إنني لم أتزوج هاجر حتى الآن وأريد أن انتهي من هذه المعركة حتى أتفرغ لعروسي الحبيبة التي أشتاق إليها كثيراً ستزاف إليها لا تقلق ولكن ليس قبل أن نهزم فرعون أهزيمة صاحقة حتى لا يفكر في غزو بلادنا مرة أخرى ترجمة نانسي قنل شكرا شكرا أحضروا النساء والجواري هيا خربوا ديارهم واخذوا أموالهم لن تأخذوا نساءنا لن تأخذوا هاجر وأسروا هاجر وذابوا بها أيضا إلى قصر فرعون مصر وسبحان الله لم يكن يعلم إبراهيم أن محنة سارة ستأتيه بهاجر أم ولده إسماعيل وهكذا عظيم البلاء دائما معه عظيم الفرج لقد خطفوا السيدة سارة كان الله في عون نبي الله فهو كما أنه نبي مرسل فهو أيضا زوج يغار على زوجته أنا آثق أن الله سيحفظها وستعود سارة معززة مكرمة ماذا تفعلين يا سارة؟ قالت سارة إنني أصلي تصلين لمن؟ إنني أصلي لله رب العالمين ومن هو الله؟ إن الله هو الواحد الأحد الفرد الصمد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق والمغارب إنما تقولينه لشيء عجيب لم أسمعه من قبل يا سارة لقد هزمناهم شر هزيمة وهذا جزاء من تسول له نفسه أن يقف أمام قوة وجبروت فرعون الإله يا رئيسة الحريم مولاي مبل النسوة فأنا أشتاق إليها من تريد يا مولاي؟ البابلية الحسناء يا مولاي؟ أم هاجر الفتاة التي أصرناها؟ البابلية الحسناء هل لا جهستها لي؟ فأنا أشتاق للمتعة هي في حجرتها تنتظرك تنتظرك يا فرعون مصر العظيم سارة يا أجمل النساء أنا أنا أشتاق إليك منذ رأيتك أول مرة هيا هيا اقتربي هيا اقتربي فلما حاول الاعتداء على سارة أخذت تدعو الله وتتوسل إليه وترجوه تقول سارة اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر لا تسلط علي الكافر فأحس بآلام شديدة أبعدته عنها ماذا؟ ماذا الذي يحدث لي؟ أشغل بآلام شديدة في جسدي فدع لي إلهك أن يشفيني سارة سارة فلما دعت سارة له بالشفاء عاد مرة أخرى يتقرب منها فعادت سارة للدعاء والصلاة والتوسل إلى الله قالت سارة اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر لا تسلط علي الكافر لا تسلط علي الكافر فابتعد عنها متألما سارة سارة من أنت؟ أدعو إلهك أن يشفيني وسأبتعد عنك يا سارة فلما دعت سارة الله أن يشفيه عاد فرعون لمكره وعادت سارة للدعاء حتى كف عنها خوفا ورعبا ما أرسلتم إلي إلا شيطانا أرجعوها إلى إبراهيم أرجعوها أريد إبراهيم أريد أن أعرفه عن قرب أريد أن أتكلم معه آه من آلامي وأوجاعي يا رب يا رب يا رب إبراهيم يا رب العالمين اللهم اشفي ولدي شفاءا لا يغادر سقما اللهم انصر رجائي فيك وانصر ثقتي بك يا رب اللهم ارحم ولدي وأنت أرحم الراحمين اللهم إني أعلم أنه بلاء واختبار من عندك وإني وولدي وحى لمن الصابرين الشاكرين يا الله يا الله يا الله أتعتقد يا أبي أن السحر سيرجع أمي وأخي يوحى عن دين إبراهيم طبعا إنه لسحر عظيم يا نماش ولا بد في النهاية أن ينتصر ديننا على دينهم فهو باطل ولكن رعشة أخي يوحى تؤلمني يا أبي ولكنها تسعدني حتى يعود وأمه إلى رشدهما مولاي سارتوا بالباب تنتظروا الإذن بالدخول أدخلوها وأمركم أن تتركونا أدخلوها وأنتم هيا اشترفوا هيا هيا يا أسهر لقد رأيت فيك كل الصفات الحميدة من أدب وحياء ومعجزة شفاء بعد دعائك ليس لها عطاء عندي أغلى من هذه تقول سارة إني أعجب لماذا أهديتني هذه الفتاة إنها هاجر أبيرة ذات حسب ونسب وعز وجاه تقول سارة أتعهد أمام ربي بأن أرعى هاجر بأن أحيطها بحبي وحناني أتعهد أمام ربي أن أتقي الله في هاجر وقف إبراهيم ورفاقه خارج قصر فرعون الظالم يحاولون لاطمئنان على سارة يا ترى ماذا حدث لسارة اللهم أفرغ صبرا على عبدك والنبيك إبراهيم يا إلهي تأسوا من أجلي إن الله حافظي إن الله معي وهكذا ذهبت هاجر إلى بيت إبراهيم وأصبحت خادمة لسارة وعاشت معهم ولم تكن تعلم أنها ستكون أما لإسماعيل ولم تكن تعلم أنها ستتزوج إبراهيم عليه السلام هكذا البشر لا يعلم مستقبله ولا حاضرة ولا يعلم تدبير الله له وصدق الله إذ يقول والله يعلم وأنتم لا تعلمون يا هاجر هل تجدين في نفسك ألما من أن تكون هنا في خدمة سيدتي سارة زوجة نبي الله إبراهيم؟ وترد هاجر بأنها أحبت السيدة سارة لحسن خلقها وأدبها وأن وجودها بجانب نبي الله وزوجته هو أفضل من فرعون وحاشيته هداك الله إلى الحق وهذا لن يقلل أبدا من كونك فتاة راقية ذات حسب ونسب فأنبياء الله الكرام هم شرف هذا العالم وبركته يا الله اللهم اشف ابني يا حي يا قيوم اللهم إنا آمن بك واتبعنا ملة إبراهيم حنيفة فارحم ابني يوحى وأنت أرحم الراحمين يا رب يا الله يوحى هل شفيت يا ولدي هل شفاك الله يا فلذة كبدي يوحى الحمد لله رب العالمين أمي علينا يا أمي أن ننطلق بدعوة إبراهيم إلى كل مكان ندعو الناس ونعلمهم أمر دينهم وعقيدة التوحيد ومن الذي سيسمح لك بهذا يا يوحى وكيف كان تعامل السيدة صارة مع السيدة هاجر وكيف تم الزواج هل دبت الغيرة بينهما وإن كان الأمر كذلك كيف تعامل سيدنا إبراهيم مع هذا الموقف بعد أن فرح فرعون بوجود إبراهيم في مصر وأكرمه وأحسن إليه قرر إبراهيم الهجرة من مصر يا إبراهيم لماذا لا تعيش معنا هنا في مصر؟ فأنا أعلم أنك قضيت خمس سنوات بمصر وما تبعك فيها إلا قليل فرد عليه إبراهيم وعليه السلام بأنني مهاجر إلى الله يا إبراهيم إن مصر فتحت أبوابها لكم فلماذا تتركونها؟ فأنا أرغبك إبراهيم بأنه قد وجد بمصر خيرا كثيرا ولكنه مهاجر إلى الله يعز علينا فراقك يا إبراهيم ومصر بلادك تأتي إليها وقت ما تشاء وحينما تشاء والتقى إبراهيم عليه السلام بابن أخيه لوط الذي أخبره بأن قومه قوم سوء وأنه كان يتمنى قتالهم ولكنه استعان بالصبر والصلاة ولما جاءت الرسالة إلى لوط بتكليف من رب العالمين أمره إبراهيم أن يذهب إلى قوم سدوم وذهب إبراهيم إلى بيت المقدس لينعم به وصعد إبراهيم الجبل يصلي ومعه سارة ومعها هاجر التي لازمت مولاتها سارة في كل مكان من شدة حبها لها وأحس خليل الله بعد رحيل لوط بالوحدة فدع الله بالذرية الصالحة رب هب لي من الصالحين وسمعت سارة دعاء خليل الله إبراهيم وحزنت وتألمت من أنها قد عجزت عن تحقيق حلمه بالولد وأخذت سارة تتحدث بألم تقول سارة إنني جاوزت الخمسين وبلغت سن اليأس الذي تبلغه النساء وسمعت إبراهيم يدعو ربه رب هب لي من الصالحين فماذا أفعل؟ ماذا أفعل كي أسعد زوجي خليل الله لست أدري إنها إرادة الله وقضاؤه تقول سارة لقد ألقى الله في قلبي خاطرا وما ذلك الخاطر يا مولاتي؟ تقول سارة زواج إبراهيم بهاجر لينجب منها ولماذا هاجر يا مولاتي سارة؟ هاجر تعبد الله مخلصة له دينها وتقيم الصلاة وليس من النساء من تفوق هاجر لعل الله يرزقه منها الولد الصالح لعل الله يرزقه منها الولد الصالح ووقف إبراهيم يتأمل في ملكوت الله ثم سأل ربه قال رب أرني كيف تحيي الموتى؟ فنزل جبريل من السماء يسأل إبراهيم قال يا إبراهيم إن الله يسألك أولم تؤمن؟ فرد إبراهيم قائلا بلى ولكن ليطمئن قلبي فقال جبريل إن الله يقول لك خذ أربعة من الطير وحدد له الطيور وهي الديك والطاووس والحمامة والغراب وأخذ إبراهيم الطاووس والحمامة والديك والغراب وقطعهن ثم خلطهن في إناء حتى تم اختلاط جميع الأعضاء بعضها بعضا ثم جاءه الوحي بأن ضع على كل جبل منهن جزءا من اللحم جزءا من اللحم جوهو ولا جزءا من ق Smells أوber جزءا من اللحم يأتينك سعيا فحدثت المعجزة وظهر الأربعة من الطير وتكونوا أمام أعين إبراهيم ثم أتوه سعيا على أقدامهن وجاءه جبريل يبلغه أن الله يقول له كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تشكرون تقول سارة يا إبراهيم لقد مر من العمر الكثير وأصابنا الكبر ولم يرزقنا الله بأولاد ويخبرها إبراهيم أنه راض بقضاء الله وأنه سعيد بحياته معها تقول سارة أريد أن أخبرك بشيء يقول إبراهيم ما هو؟ تقول سارة أريد أن تتزوج بهاجر لم يكن إبراهيم عليه السلام يتوقع هذه المفاجأة المذهلة والتي غيرت والتي غيرت مجر حياته وأعطته بفضل من الله نعمة الذرية الصالحة تقول سارة هذا هو الخير وإنني أفعل هذا بنفس راضية مطمئنة فلتتزوج هاجر يا خليل الله فلما رأى إبراهيم هذا الإصرار وهذا الرضا من سارة وافقها رأيها وقرر أن يتزوج هاجر خادمة سارة واختيارها له ودخل إبراهيم بهاجر راجياً وداعياً الله عز وجل أن يرزقه منها الولد والذرية الصالحة أصحيح ما يقال من أن السيدة سارة قد قالت لإبراهيم إن الرب قد حرمني الولد فادخل على أمة هذه لعل الله يرزقك منها الولد نعم السيدة سارة هي من زوجت نبي الله إبراهيم بهاجر وماذا عن نهاية النمرود يا شيخنا إنها لأعجب نهاية في التاريخ كيف يا شيخنا أرأيتم كيف كان النمرود بكل هذه القوة والجبروت؟ نعم أرأيتم كيف كان يحكم العالم بأسره؟ كيف كان يحرك الناس من حوله؟ يأمر ويطاع يقتل ويذبح ويحرق ويحكم لعلها نهاية مثيرة كيف مات النمرود؟ ببعوضة ببعوضة؟ ولله جنود السماوات والأرض لقد مات النمرود بذبابة ولكن لها قصة غريبة سأرويها لكم من الذي يقدر علي؟ وأنا في ملكي ووسط جنودي فبعث الله ملكا يدعوه إلى التوحيد فأبا نمرود التوحيد؟ توحيد من؟ وأنا الإله الأوحد ثم دعاه الملك ثانية إلى التوحيد أنا موحد بآلهتي ليس لي آلهة غيرها ثم دعاه الملك مرة ثالثة للتوحيد جهزوا جيوشكم وسأجهز جيوشي جيوش الأرض وتعالوا لمواجهتي واستعرضنا نهاية ملك جبار في الأرض وهو النمرود لقد وعدتنا يا شيخنا أن تحدثنا عن نهاية النمرود وكيف كانت الذبابة سببا في موته نعم يا شيخنا حدثنا عن هذا الأمر العجيب طلب النمرود الحرب مع الملائكة التي بعثها الله لتدله على طريق الرشاد دارت المعركة بين جيوش الحق وجيوش الباطل فجمع النمرود جيشه وجنوده وقت طلوع الشمس وأرسل الله عليهم بابا من البعوض بحيث لم يروا عين الشمس وصلتها الله عليهم فأكلت لحومهم ودماءهم وتركتهم عظاما بادية ودخلت واحدة منها منخري الملك فمكثت في منخريه أربعمائة سنة عذابه الله بها فكان يضرب رأسه بالمرازب في هذه المدة كلها حتى أهلكه الله به ويصرخ النمرود من شدة الألم لا أستطيع النوم لا أستطيع العيش هل من دواء؟ هل من علاج؟ هل من الموت لأستريح؟ ألا يوجد دواء؟ لا يوجد دواء للنمرود؟ مالك الدنيا لا يجد دواءً؟ لا يجد من يداويه؟ هل هذه هي النهاية الحقيرة؟ وظل النمرود يضرب رأسه بالمرزبة طوال عمره ليتخلص من الألم حتى سقط ميتاً ببعوضة وسبحان الله وما يعلم جنود ربك إلا هو ماذا بكم؟ ماذا بكم؟ كيف لا تحثون الناس على الكفر بالله؟ أنتم متكسلون؟ لابد أن نفسد العالم كله؟ لابد أن يعبد الناس الأصنام أو الشجرة أو النار؟ أو يعبدون الكواكب والنجوم؟ أو يعبدون الشمس والقمر؟ ولكن لا يعبدون الله؟ كيف كانت نهايته؟ هل تحدثنا يا شيخنا عن قوم لوط؟ وماذا فعلوا مع نبيهم؟ عاش مع قوم سدوم رغم أنهم قوم سوء يفعلون الفواحش يقطعون الطرق يهاجمون القوافل يقتل القوي الضعيف ويسفك الملوك دماء الأبرياء ويأتون الرجال من دون النساء ويستحلون أموال الناس بالباطل ماذا تريد؟ ومن أين أنت قادم؟ من أنت؟ وماذا تريد مني؟ هيا هيا يا زوجي ننصرف هيا يبدو أنهم قوم سوء قوم ماذا؟ سوء قوم سوء هيا بنا إذا نسوق هذا الرجل إلى فعل السوء هيا بنا إلى فعل السوء ننصرف عني وإلا اتجهت لحاكم سدوم واشتكيتكم لمن؟ لحاكم سدوم؟ لحاكم سدوم؟ لحاكم سدوم؟ إنه هو من يحرضنا على كل هذا تعال إلى هنا تعال تعال لا تحزني ولا تحزني اوه زوجي زوجي نحن قوم سدوم نفعل ما نريد لا نلقي بالا بالحلال أو الحرام نشرب نمرح ونفرح حتى الآلهة تبارك أفعلنا وتأمرنا بما نفعل هم إلا زوجي لوط الذي ضرب بيننا وانفصل عنا ودعا إلى إله آخر إله عمه إبراهيم يدعونه برب العالمين وما رب العالمين؟ رب نوح وإبراهيم رب كل شيء ومليكه الخالق الرازق البارئ المصور من خلق لك هذه الدابة؟ من سقاها وأطعمها؟ من شفاك وأطعمك؟ من رزقك وكفاك وكفلك؟ اسكت واذهب عنا أنت ممن فتنوا بلوط وإبراهيم لقد أمرنا خليل الله أن نكون في عون لوط وأن لا نتخلى عنه نحارب من حاربه ونسالم من سالمه ترى ماذا يحدث لو أنجبت السيدة هاجر ولدا لخليل الله إبراهيم؟ ستكون فرحة عارمة كبيرة ودعوة مستجابة من إبراهيم دعاها لربه وهو مضطر ولكن هل هذا سيحدث للسيدة سارة؟ أخشى أن يكون فرحا لنا وحزنا لها؟ كيف تحزن؟ والسيدة سارة هي من زوجت السيدة هاجر لخليل الله عسى أن يرزقه الله منها الذرية الصالحة؟ أبشروا، لقد حملت السيدة هاجر وستلد الخليل الله مولودا إن شاء الله هل هذه الدموع هي دموع الفرحة يا مولاتي سارة؟ تقول سارة نعم، هذه دموع الفرحة هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر؟ هل تخبرين خليل الله يا مولاتي سارة؟ تقول سارة إن إبراهيم تبشره الملائكة ما بال حسان لا يسأل اليوم؟ اليوم لسعد وغدا ليه أعانك الله علينا يا شيخنا، كم كان عمر سيدنا إبراهيم حين ولد سيدنا إسماعيل عليهم السلام؟ أما عن عمر سيدنا إبراهيم حين ولادة إسماعيل فكان إبراهيم في السادسة والثمانين من العمر وكانت سارة قد بلغت سن اليأس من الإنجاب وسنتعرض لهذا بالتفصيل أما عن قوم لوط فهذا هو حالهم وهكذا ظل قوم سدوم يهاجمون القوافل ويسرقون أموال الناس ويأسرون الغلمان ويقتلون الناس ويسفكون الدماء بلا ذنب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد ماذا تريد يا لوط؟ يرد عليه لوط بأنه جاء داعيا إلى توحيد الله رب العالمين رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشرق والمغرب وهو الذي يتوفاك حين تنام وهو الذي يحييك وكم تريد يا لوط من المال والعبيد والنساء كي تترك هذه الدعوة وترجع إلى دين سدوم يقول لوط ما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله رب العالمين ولكننا لا نريد الهدى نريد أن نظل هكذا نفعل ما نشاء وقت ما نشاء ولكن الله أرسلني إليكم خاصة إلينا خاصة؟ نحن لا نريد رسولا ولا نبيا إنكم لتأتون الفاحشة وإني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ألا يوجد في قوم سدوم من يساعد امرأة أعجوز ألا حمل مائها وطعامها ألا يوجد فيكم رجل رشيد إنكم قوم سوء أجيال فاسدة مفسدة فاسدة مفسدة ألا يأتي من يخلص هذه البلدة منها كابر مفسدية ويأتي لوط ليأخذ بيد السيدة العجوز ويساعدها على النهوض باركتك الآلهة يا أبوني باركتك الآلهة يا أبوني باركتك الآلهة باركتك الآلهة باركتك الآلهة أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني يا بني هذا هو النسب الحقيقي اتباع إبراهيم عليه السلام نسب وشرف في حد ذاته يعلو على أي نسب وشرف وضح لنا أكثر يا شيخان المعلم إبراهيم أبو المؤمنين وإن لم يكن أتباعه من نسبه فهو أبوهم بالروح والقلب لأن ميلاد قلوبهم كان بدعوة إبراهيم وقوله ومن عصاني تشمل من عصى الله عز وجل بما دون الشرك فإبراهيم يستغفر لها أما من مات على الشرك فإن إبراهيم عليه السلام يتبرأ منها كما تبرأ من أبيه آزر فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منها إن إبراهيم لأواه حليم وماذا عن قصة لوط مع المفسدين من قومه وماذا حدث يا مولاتي بين لوط والملك أعطاه الملك موثقا وأمانا أن يعيش آمانا في دعوته لا يمسه أحد بسوء يا له من رجل عنيد هذا الزوج الذي لا تقف أمامه الدنيا في دعوته لدينه ودين عمه إبراهيم لوط الذي قهرني وبدل دين الناس لوط الذي يدعو للفضيلة والإيمان ليعكر صفو الناس كيف نخطط العبادة أي شيء يلهي الناس عن إبراهيم ودعوة الحق التي جاء بها كيف نهيج الناس عليه ونثقل عليه الشر لابد أن نصرف الناس عنه ونشيئهم على المعاص نعم لابد أن ينغمس الناس في الخمر والميسر وعبادة الأوثان والشهوات والملذات أنا سأقوم بأمر إلهاء الناس عنه وسأصلط الناس على أسيان إبراهيم أما أنا فسأفسد عقول الناس وسأزين لهم المعاص تحركوا في كل اتجاه لا أريد أن يعبد الله في أي بقعة من بقاع الأرض سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اهدي إليا جور واصرف قلبه لتوحيدك اللهم اهدي بن نماش واصرف قلبه لدعوة إبراهيم اللهم انصر إبراهيم وانصر لوطا اللهم ارزق إبراهيم الذرية الصالحة المباركة يا رب مالي ذهبي صدتي كنوزي كل هذا فداء لديني فداء لآلهتي سأنفخ كل هذا لمحاربة إبراهيم ارجع يا ميتاليز فقد ذاع خبر إيمانك بإبراهيم في كل مكان تجهز لي السياطة يا إليا جور أتضرب ميتاليز حب عمرك وأم أبنائك وشريكة كفاحك في الحياة الدنيا نعم أضربك بل وأقتلك إن لم ترجعي عن هذا الوراء والله لا أعود عن ديني إبراهيم واحذر يا إليا جور احذر أن ينزع الله البركة من رزقك فتصير فقيرا تسأل الناس البركة ما هذه الكلمات التي أنتم بها تتكلمون من الآن ليس هناك أي لغة غير لغة الصياط آه 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 حاول لوط هداية قومه لكنهم أبوا فقوم سدوم مصرون على الهلاك بالمعاصي والذنوب وكان دعاء إبراهيم له اللهم نجي لوطا وأهله مما يعملون حتى وقع قوم سدوم في مأزق كبير فاستعانوا بلوط ترى لماذا بعث الملك بارع ملك سدوم لزوجك يا سيدتي كل الملوق قد تجمعوا عند بارع ملك سدوم لا أدري لماذا أتحبين لوطا يا سيدتي؟ بل أحب آلهتي وحياتي ولذتي ومتعاتي أما لوط فهو بعيد كل البعد عني فليذهب حيث شاء وليفعل ما شاء يا لوط لقد اجتمع الملوك معك لنستعين بك في أمر كبير ولوط لا يرى في الحياة أي حدث كبير غير دعوته لتوحيد الله تعالى الآشوريون قد بغوا علينا وجمعوا منا الضرائب الباهضة فهل أن تعون لنا في حربنا ضدهم؟ يرد لوط بأنه يقف مع الحق أينما كان وحينما كان هذا هو عهدنا بك يا لوط لا تعين ظالما ولا تترك مظلوما ولا تخشى أحدا في الحق فهيا هيا قوم سدوم سنحارب الأشوريين ومعنا الملوك والجيوش هيا لنهزمهم شر هزيمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لا ترجمة نانسي قنقر لقد هزمون شر هزيمة وسبية النساء فمن ينقذنا من الأشوريين سدوم تضيع وطمار سدوم حل عليها الخراب والعداب ولم يكن يعلم هذا الملك أن العذاب الذي سيحل بسدوم ليس له دواء ولا شفاء وأنه قد اقترب قالوا ثم إن طائفة من الجبارين تصلطوا على لوط عليه السلام فأسروه وأخذوا أمواله واستاقوا أنعامه فلما بلغ الخبر إبراهيم الخليل سار إليه في ثلاثمائة وثمانية عشر رجلا فاستنقذ لوط عليه السلام واسترجع أمواله وقتل من أعداء الله ورسوله خلقا كثيرا وهزمهم وساق في آثارهم حتى وصل إلى شمالي دمشق وعسكر بظاهرها عند برزة وأظن ما قام إبراهيم إنما سمي بذلك لأنه كان موقف جيش الخليل مولاتي سارة مولاتي سارة تعالي معي جزاك الله خيرا فإن سيدة هاجر قد أحسد بآلام المخاض وكلنا في انتظار حدث عظيم وأسرعت سارة إلى خيمة هاجر وانبعث من خيمة هاجر صوت إسماعيل ويدخل إبراهيم الخيمة ويسمع هذا الخبر الذي ترتعد منه الفرائص وترتعش معه الأيدي وينزل لله الواحد ساجدا شاكرا حامدا الله الحمد لله الذي وهبني هذا الغلام الحمد لله الذي أطعمني ولم يحرمني الحمد لله الذي رزقني الذرية وأعطاني ولم يمنعني الحمد لله الحمد لله ربي أوزعني أن أشكر هذه النعمة العظيمة ربي لم تشأ بعظمتك أن أخرج من هذه الحياة الدنيا بدون أن ترى عيناي ذريتي بدون أن ترى عيناي ولدي اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك هكذا دعا إبراهيم ربه وفرحت سارة مثلما فرحت هاجر بإسماعيل ولكن الذي لم ندركه جميعا هو كيف حدثت هذه المعجزة لإبراهيم في هذه السن نعم كيف حدثت هذه المعجزة كيف الدعاء يا أبنائي الدعاء نعم ألم تسمع قول الله تعالى وقال ربكم دعوني أستجب لكم إن الله قد يتقبل الدعاء في وقته وقد يؤجله قليلا إلى يوم القيامة لينال المسلم أجرا عظيما نعم فلقد دعا خليل الله وقال رب هب لي من الصالحين ولا يمكن إنكار ما فعلته السيدة سارة جزاك الله خيرا يا مولاتي سارة على كل هذه التضحية إنما فعلته سارة من تضحية إذ وهبت هاجر وهي خادمتها لإبراهيم عليه السلام عسى الله أن يرزقه منها الولد إذ كانت عقيما لا تلد فضربت سارة مثلا في التضحية والحب الحقيقي والطاعة لله عز وجل هكذا يحب نبي الله إبراهيم ولده إسماعيل انظر إنه يحمله في الهواء وإسماعيل يضحك وتجلجل ضحكاته قلب إبراهيم الأب هكذا يركب إسماعيل على ظهر والده خليل الله ما أجملك من نبي وما أجملك من أب يعشق ولده لقد رزقه الله إياه بعد طوج انتظار الله مصلح له في ذريته واحفظ إسماعيل لإبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أمي يا أمي لقد ولدت سيدة هاجر ابنا لخليل الله إبراهيم لقد أطعمه الله وسقاه ولم يرد دعاءه ولم يخذله أمي سأنزل الآن إلى السوق لأدعو الناس لدين الله فإذا فإذا هاجمني أحد أو مت فلا تعزني يا أمي يا يوحى اذهب فلن يضيعك الله ولا تخشف الله لوم تلائم ونزل الوحي يأمر إبراهيم بالهجرة على أن يأخذ إسماعيل وهاجر معه وها هو سيدنا إبراهيم يخبر السيدة سارة بأنه سيرحل مع هاجر وإسماعيل تقول سارة هل ستتركني يقول إبراهيم لا سوف أعود متى؟ قريبا إن شاء الله وهكذا وهكذا ملأ الحزن قلب سارة التي ستفارق زوجها خليل الله وتفارق حبيبها إسماعيل والذي قد أتم في طامه بين ذراعيها وهي كأمه هاجر أحبته وتعلقت به سيدتي سارة سيدتي سارة ما هذا الحزن العميق الذي يبدو على ملامحك الجميلة؟ تقول سارة لم أتعود فراق إبراهيم فكيف وقد أخذ معه إسماعيل بعد أن تعلق به قلبي وتعودت عناي على رعايته لا بد أن الله أراد خيرا بهذه الهجرة المباركة فكل حركات وسكنات الأنبياء خير من عند الله فاصبري واحتسب يا مولاتي اقترب اقترب أفضل أنواع القماش عندي أنا اقترب إلى بضاعة الياجور أيها الناس أيها الناس أعبدوا الله لا تشركوا به شيئا أعبدوا الله الواحد الأحد الفرد الصمد فالق الحب والنواة محي الموتى الذي خلقكم من ماء مهين أعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا أعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا أيها الناس أيها الناس إلى ماذا تدعونا يا يوحى إلى ماذا تدعونا يا يوحى يا يوحى أدعوكم إلى ترك عبادة الأصنام نترك عبادة الأصنام إلى ترك عبادة الكواكب إلى تحطيم التماثيل والآلهة ولتعلموا أنه لا إله إلا الله وأن إبراهيم نبي الله لا إله إلا الله وأن إبراهيم نبي الله ماذا تقول يا أحمق لقد أفسدت علي ججارتي إنه كاذب فلا تصدقوه إنه مجنون فلا تقعدوا معه انظروا يا أبنائي إلى قوة إيمان إبراهيم في كل ما حدثتكم عنه وثقته بالله تعالى أتذكرون محنة النار وكيف كانت بردا وسلاما على إبراهيم ومحنة سارة مع فرعون ومحنة لوط مع سدوم ومحنة إبراهيم مع أبيه آزر وأخويه ومحنة عقم سارة يا الله محن واختبارات كثيرة مر بها الخليل الإنسان في حاجة دائمة إلى العبودية لله ولكن الضلال والهدى بيد الله تعالى فمن الملوك من نزل عن عرشه واهتدى وسمع لإبراهيم ودعوته مع أن من أهله من كفر بدعوته وأين ذهب إبراهيم بعد ميلاد إسماعيل عليه السلام؟ أمر الله إبراهيم بأن يهاجر إلى الجنوب بدعوته لينشرها بين الناس حيث بلاد الحجاز ويا لها من أحداث عظيمة تنتظر هذه البقعة المباركة ولقد علمت سارة بنبأ هجرة خليل الله إلى الجنوب وأخذت تبكي حزنا وألما وأخذت هاجر تبكي مثلها وليس لإبراهيم إرادة بعد إرادة الله تعالى سيذهب إبراهيم إلى بقعة مباركة من الأرض ليبدأ رحلة جديدة في مواجهة الكافرين وإقامة الحجة عليهم لم يكن أمام خليل الله أي اختيار فإنه الله لا مبدل لحكمه وترك إبراهيم زوجته سارة في البلد الذي ولد فيه إسماعيل وترك لها الأموال والخدم ولكنه تركها والحزن يعتصر قلبها على فراق زوجها وفراق إسماعيل الذي تعلق قلبها به وأيضا على فراق هاجر كيف تتركون خليل الله وابنه وزوجته هاجر يرحلون وحدهم إنه أمر إلهي والله حافظهم والله خير الحافظين ومن يدري لعل في هذه الرحلة المباركة ما يغير شكل الحياة على وجه الأرض حوني عليك يا مولاتي سارة وكفاكي دموعا ما أصعب أن تفارق المرأة زوجها فما بالنا وقد فارقت نبي الله إبراهيم وظلت سارة تتذكر كل ما كان بينها وبين إسماعيل الذي غلد بين يدي رعايتها ووقف لوط وسط قومه ينصحهم أن يا قوم اتقوا الله الذي أنتم إليه راجعون والذي أنتم إليه تحشرون واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم لقد وجدنا أباءنا كذلك يفعلون يقول نوت يا قوم كفوا عن هذه الكبائر والمعاصي التي تفعلونها ليل نهار واتقوا ربكم يغفر لكم ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى وماذا تريدنا أن نفعل يقول لوط يا قوم كفوا عن الفاحشة التي ما سبقكم بها أحد من العالمين إنكم لتأتون الذكور وتقطعون الرحم وتسرقون وأمرهم ألا يفسدوا في الأرض بعد إصلاح إنك تعلم أننا لن نفعل ما تقول فأتنا بالعذاب إن كنت من الصادقين فأيقن لوط أن عذاب الله آت لا محالة بعد أن عميت أبصارهم وصمت آذانهم عن سماع الحق ترجمة نانسي قنقر